اتهامات جاهزة وسجون مكتظة بالأبرياء ومنظومة قضاء فاسدة تنتج أحكام الإعدام التي تصدر بشكل ممنهج ضد العراقيين بأشاية المخبر السري أو بدوافع طائفية دون محاكمات عادلة وسط تحذيرات دولية من غياب العدالة والشفافية وهيمنة الأحكام الانتقامية في القانون العراقي فيما تنفذ السلطات عمليات إعدام بشكل مستمر والتي تواجه تشكيكا كبيرا بسبب ظاهرة انتزاع الاعترافات تحت التعذيب والابتزاز وعبر نظام المخبر السري المعمول به في العراق منظمة العفو الدولية قالت إن عمليات الإعدام بتهم الإرهاب تتم وفق إدانات فضفاضة وغامضة وأنه يساورها القلق من احتمال إعدام عدد أكبر من الأشخاص سرا مع غياب للشفافية فيما يتعلق بعمليات الإعدام فيما طالبت المنظمة السلطات العراقية بوقف فوري لجميع عمليات الإعدام من جانب آخر فإن السجون السرية والعلنية في العراق تعاني من اقتضاد كبير بلغت نسبته نحو ثلاثمائة بالمئة ومنها سجن الحوت سيء الصيت في مدينة الناصرية الذي يضم نحو أربعين ألف معتقل وهو أكبر السجون التي تعاني من كثرة الانتهاكات وحالات الوفيات الناجمة عن التعذيب وسوء التغذية وتفشي الأمراض ملف السجناء العراقيين لا سيما المحكوم عليهم بالإعدام الذين بلغ عددهم نحو خمسة وعشرين ألف شخص بحسب وزارة العدل الحالية ممن لم ينفذ فيهم الحكم بعد يعد من أبرز القضايا التي شكلت جدلا سياسيا وشعبيا وأعلاميا واسعا في البلاد ويعكس فشل منظومة القضاء في الوفاء بالمعايير الدولية المتعلقة بالمحاكمات العادلة وسط استمرار هيمنة الميليشيات ذات السجل الحافلة بانتهاكات جرائم التطهير العرقي بحق سكان محافظات ومدن بعينها والتي تسيطر على جميع مفاصل الدولة مع وجود ضغوط من قبل بعض القوى السياسية الحليفة لإيران بغرض الإسراع للمصادقة على تنفيذ تلك الأحكام رغم المطالبات الكثيرة بإعادة المحاكمات مسلسل انتهاكات حقوق الإنسان في سجون العراق لا تنتهي حلقاته بالإخفاء القسري والتعذيب بل تكتمل أركانه بالإعدام من خلال محاكمات سريعة وغير عادلة بحسب منظمة هيومان رايتس ووتش فضلا عن عدم إدانة المحاكم في العراق لأي عنصر من عناصر القوات الحكومية أو الميليشيات لارتكابهم انتهاكات لحقوق الإنسان مثل جرائم القتل والخطف فيما أكد مختصون بعلم الاجتماع أن الإعدامات ستؤدي إلى المزيد من حالات التصدع الأسري والتشرد الأطفال وضياع مستقبلهم فأحكام الإعدام تشكل جريمة دولية منظمة تشارك فيها إيران وأمريكا في العراق ترجمة نانسي قنقر